قام المدير العام السابق للوكالة لدعم التنمية الريفية بتفقد الحقول الزراعية بإقليم البحيرة لتشغيع المنتجين الزراعيين وتفقد الحقول الزراعية محمد حسن آدم والمزيد زيارة المدير العام السابق للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير محمد أبالي صلاح إلى الأقاليم الغربية للبلاد شملت على المشاريع الزراعية بكل من مدينة نغوري حاضرة مقاتعة واي بإقليم البحيرة وضواحي مدينة بول حاضرة الإقليم حيث تفقد الأراضي الزراعية التي تم استصلاهها من قبل شركة تنمية البحيرة سوديلاك وبأض المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها بالشراكة مع البرنامج الوطني للأمن الغزائي البينيسا والمتمثل في تزويد المنتجين الزراعيين بالمعدات الزراعية والبزور المحسنة والسماد فضلاً عن الأطاد الفلاحي وشق القنوات والمجار المائية وبناء الحواجز والسدود هذا وقد استمع محمد أبالي صلاح إلى شروح مفصلة حول سير العمل بالحقول الزراعية الخاصة بزراعة الزور الشامية وأنواع مختلفة من الخضروات والبقوليات كما توقف المدير العام السابق والوفد المرافق له بقرية ميليا وذلك بهدف تشجيع السكان الريفيين الذين يعملون في بناء السدود والحواجز المائية التقليدية وننوه بأن إقليم البحيرة يتمتع بأراضي زرائية خصبة ومناق ملائم يساعد في مضاعفة الإنتاج كما أنه يعتبر صلة غزائية بجانب إقليم السلامات وتنجلة وإقليم ما يوكي بشرق وغرب